موسيقى 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 اليوم الجلسة العاشرة سنحاول خلال لدينا خميس الجمعة و سبعة نغطي شوية موضوعها اليوم كخميس سنستيد جلستين وربعة فالوقت العمال يضيئ الثلاث ساعة اليوم هي تضعوض من سيدنا بشكل كبير يعني دائما يضيئ كل الجلسة لبينما يجو الكلب ثلاث ساعة وربعة ساعة فاليوم لدينا مرحلتين ممكن نستفيد منهم نحن نحاول اول شي نبدأ نأخذ سبعة لوحات الاظهار السباعية بعدها ننتقل للمقارن التشابه والتعامل معه كمان رح نغطي في الخلال الجلسة الثانية التعامل مع المبادلات التشابهية وحدة توليد الزمان الحقيقي بكرا كجمعة ممكن نحكي شوية عن السبت منغطي التائمرات والكاونترات الخميس اللي بعده كمان ممكن نساوي جلستين معتبار انه كمان موجود عطلة ونغطي نوافذ تساسولية الاس بي آي والاي سكوير سي سيد نسفي شملي هلاء من اللحب مثل العظيم اللحب معكم الجلسة فما بأسر انه ترجعنا لهم بعدين تمام هلا هو ما هو النوي انا اسوي الخميس اللي بعده بيكون اخدنا تقريبا خمسة عشر جلسة تمام رح نعطيكم فيه وظائف رح تتجمع عنكم هلا رح نعطيكم فترة اشبوع اشبوعين تلعته دي ما تنتهو مجرد ما انتهيتو رح نبروك نجمع الاسئلة وراح تكونوا بعطتولي الوظائف على مهلكون كل وظيفة طبعا الله فيه وظيفة من اللي بعطتولي عن طبعات الالسيدي والكيباد يعني فيه مشاكل يعني ما يمشتغلي معاكم لمشاكل كثير تقليدي يعني واحد يتطه الغزاز كريستالي غاض حيث يتطه في البرنامج 8 ميجا وفي البروتيوس 1 ميجا فأعمل بعض النفس السلسلية مع مشترك معوشي واحد موصل الكيباد غلط يعني ترتيب بالأعمدة والأسطر مع الوبين فمشاكل ما يبالكود بأنه مشاكل انه بالرسم في البروتيوس يعني انه كأنه ما في تركيز بالوظيفة فرحنا عطيه فترة لبينما تبعطوا لي الوظيف أصل لها بعدين رح نساوي اللقاء انه نبروك نجتمع فيه ساعتين ثلاثة نبروك اشفي عن كل اسئلة نجاوب عليها بعدين رح نحط فترة انه تشتغلوا مشروعیں معين هات مشروعه نفس المشروع المادة تبعال دميد الدكتور عبد العرحمن تمام...ون twice فمشروع طبعاミ ادد الدكتور عبد العرحمن و الفكرة تبايت workspace صباح انت على البروتيوس يحتاجه يعني الدكتور اذا ارى هاته قبّل لما شرار ولمشاريع كل هذا هو المخبر أصبح مشاريعه ملة عطأكM هو أن يكون مهم و لا يبدو أن يكون مهم لا يوجد مشكلة سنتيستعمل نفس البرد ليست فقط لماذا يقول أن لديه إيدي و هو وصوحية على حدوث عن الانترنت هذا رأيي ليس وصوحية لا أبدا هذا كلام من عنده أو حتى بل انترنت المسألة هي مسألة لفانس يعني إنه معجبين يعني إنه انتماءات لكن في النهاية إني عندي برامترات تتحكم أشياء أخطار و بالصناعة أنا ما فيني أتعاطف مع شركة أتمل أو أتعاطف مع شركة BIC أنا بدي أتعاطف مع حالي لأنه أنا بدي أنزل اللوكوست وأخذ على كفاءة عرفتش لون؟ فأنا لما شرحت لكم في أول جلسة شرحت لكم من مجهة نظر صناعية ما من مجهة نظر والله أنا بنتمي للشركة الفلانية وأنا مراجب للشركة الفلانية نفس ما أبدأ كريت القدم على فكرة الفريق الفلاني هو الفريق الفلاني هاد المبدأ دائما موجود يعني بين الناس فراح نحاول نشتغل على هاد المشروع طيب اليوم بالنسبة للتعامل مع شاشات الأظهار شاشات الأظهار طبعا موجودة وينما رحت في الأتجزة الإلكترونية ممكن تلاقيها في الراديو موجودة في المصعد لما تطلع في المصعد النمبارة طبعا في المصعد موجودة شاشة الأظهار في العدادات في ساعات بقياز درجة الحرارة الرقمية إلى ما هنالك طبعا هاي الديسيبليات إلى أنواع عديدة فممكن تكون أنه سينجل ديسيبلي هو عبارة عن خانة واحدة أو ممكن تكون دوال ديسيبلي أو ممكن تكون دوال ديسيبلي أربعة خانات إلى ما هنالك طبعا ممكن تكون ست خانات ممكن تجي أكثر بنفس الوقت بتجي هاي الديسيبليات بأحجام ستاندرد يعني بيبلش مثلا من 0.2 إنش بالإنش بيضوا بقيازات تبعيكم 0.4 0.56 بعدون 0.82 1 إنش 1.2 1.5 إنش 2.3 طبعا 2.3 تقريبا هي الديسيبلي فبيجي أكبر شيها المقاصد في حالات خاصة ممكن يصنعوا ديسيبليات يعني تصل إلى 5 إنش بهذا الشكل هاد إذا بحتاج للديسيبليات أكبر من 5 إنش بيعملوا بيسوون سجمينات من لدات يعني بشكلوا الديسيبلي من لدات شكلوا من لدات مثل عم نستعملوا نحن في منتجات السامعة مع حرارة هدود الطرقيات أو هكذا موجودة بالكلية كلية هي السجمان الموجودة 12 إنش طب هل هي قطعة مثل هاي لا هي بارع عن لدات مرسومة رسمة الإيقل وطارعة 2.54 سنتيمتر 1 إنش 2.54 سنتيمتر فعلا لما بقلك ديسيبليات 1 إنش مثل هاي فشو معناته؟ معناته من هاد الحرف مو من حرف الديسيبليات تحت من حرف السجمان التحتاني لحرف السجمان الفؤاني 2.54 سنتيمتر هاد المقصود فيها مو منه من البكيش كلا ياتو لا السجمانة من السجمانة التحتانية للسجمانة الفؤاني بطول هكذا التنقص شاشات LCD قلنا مقوط لما بقول أنا شاشة LCD مثلا مثل شاشة موبايل تبع سامسونجي 4 إنش ومعنة 4 إنش من القطر إلى القطر 4 إنش من القطر إلى القطر 4 إنش نفس الشاشات لكنها هي خمسة عشر بوصة 15 بوصة من هاي الزاوية إلى هاي الزاوية هاي في إيش وطبعا داخليا طيب بالنسبة للسجمان طبعا اليوم سيكون في المرحلة اللي قلنا شغلنا عليها في إلى ترقيم معين تمام قال الترقيم هاي السجمان تبع نزول على شكل التالي السجمان الفؤاني قال بيعطوه رمز A اليمينية بمشوا بيبلشوا ال F B C D E F G R والنقطة إما بيسموها H أو بيسموها P أو dot point DB يعني ما بفترق ليش بيستخدموا هاي الترميز بها الأحرف أهل مشان تشفير تشفير السجماني طبعا الأحرف والأرقام اللي ممكن تظهر على هاي الديسبلاي إضافة طبعا إلى الأرقام العادي أنت ممكن تطالع بعض أنواع الحروف بعض الحروف مثل A الكبيرة والA الصغيرة والB يعني الحروف الممكن تتسلم مثلا Z متر تسلم على سبيل فما فيك الطلعة وكمال بنفس الوقت فيك تستخدمها لعرض بعض العبارات البسيطة مثل مثلا cold soda فممكن تطلع بعض العبارات البسيطة على هاي 7 سيجمان طبعا هاي ليش اسمها 7 سيجمان سبع قطة يعني ليش لأنه عندي قطعة انتين ثلاثة أرعة خمسة سبتة والنص سبعة في عندي خمسة عشر قطة هذيك ممكن يطلع عليها حروف تمام طيب نرجع شو السبب انه انا عمال بروح برميز A B C D E F G قال هاد السبب مشان انت التشفير تبعه يستقباني تمام طيب انا اذا بدي اطالع الرقم واحد على سبيل المثال فاين القطعتين لازم اشغله ال B وال C هذا بيساعدني في التشفير اذا بدي اطالع الرقم 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 4 مثلا فأنا بحتاج لل F مع D مع B مع C وهكذا هلا بنشوف نحن كيف بدنا نفك التشفير تبعه يعني كيف بدأ اتحكم فيها طيب هلا فينا نحن الديسيبليات قبل ما ننتقل هي عبارة عن نوعي موجودات بس ما في نوع ثالث انهم قال النوع الاول بيسمى common anode او لوحات الاظهار ذات المصعد المشترك common anode قال النوع الثاني اسمه common cathode او لوحات الاظهار ذات المهبط المشترك قال ليش قال لانه 7 segment هي عبارة عن 7 قطع قال هيكون قطع من هاي القطع في عندي لد ضوئي قال هادي اللد له anode وإله cathode تمام فأنا مشان اشغل اللدات ما معقول اطالع مشان 7 قطع 14 قطع فأنا بكفي اما اقصر المصعد او اقصر المهابط تمام فبالتالي رح يطلع عندي اما مصعد مشترك او مهبط مشترك ولح تطلع معي النهايات الثانية فاذا كانت الديسيبليزات مصعد مشترك متل هاي شوف المصعد كلها طالع رح يطلع عندي قطب المصعد او الانود فهذا ازا طبقت عليه التغذية الواحد منطقي فهون مشان اشغل اي لدنا دول الدات شو لازم اطبق عليه صفر منطقي او الحالة المعاكسة ازا انا قصرت المهابط اخرى وطلعته لبره شوف يبقى عندي المصعد فهوني بحط صفر منطقي مشان اتحكم في الديسيبليز بطبق واحد منطقي اي ش باختلاف عندي آلي واختلاف عندي منطق التحكم اما السيجماني رح تكون فعالي عن الواحد منطقي اذا كانت من النوع مهبط مشترك او فعالي عند الصفر منطقي اذا كانت من النوع مسعد مشترك طيب نفس الترتيبة تمام صورة طبع الاصل لكن اي ش بفرع عندي بفرع عندي اي سيات المشفر اي سيات المشفر في انواع خرجة اي؟ بيجي ممفي او مو من اما 74-740 او 74-840 فشو متوفر عندي انا بشتغل فاشمونجدك التحكم دي اشتغل علي اشتغل علي اشتغل بالميكرو كنترول لان انا انا بطلع شو متوفر في السلو فبشتغل بناء علي افرق معي شغلة تاني هلا بعد شوين بنشوفه خلينا ندخل علي البنية الداخلية ان كانت من نوع كومين كسد مغبط مشترك او من النوع كومين أنوذير او هي عباره عن مصعب مشترك كل قطعة من هيد القطع في بقلبها للد طبعا الديسيبلايات دون 1.5 انش ومعدون يكون لد واحد فقط الديسيبلايات 2.3 انشي يكون في بقلبها للدين أو كلافية حسب الجهد الديش لانه السجماني بيكون كبيرة شوية تبقى كترو عدد لدات الموجودة بقلبها مشان هيش وشان دغطي الاماره اللحيك الديسيبلايات السجمانيات ال 1.5 انش شتنع ال 5 بوت ومعدون الديسيبيلايات 2.3 انش بدي جهد اكبر ما ال 5 بوت ليش تقال لأنه يكون ثلاثة لدات موصولة على بسلسل فهدول يبدون ستة مصبوط رح نلاحظ إذا كانت بين النوع كومين كسود أنه المهابط تبعت اللدات كلها موصولة مع بعضها وطالع على قطبين القطب رقم ثلاثة طبعا هدول العتل على الأقطاب شباب بيبلشيك واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة كل ديسيبليات لها عشر أقطاب المفردة طبعا كل مفردته لها عشر أقطاب قال دائما القطب النصصيني من فوق والقطب النصصيني من تحت هذا أما هذا يكون كومين أنود، إذا كانت من النوع كومين أنود أو كومين كاسود وموظة عشر إذا كانت من النوع كومين كاسود، طب، أنا بالكومين كاسود للاحظوا كل قطب رأم ثلاثة والكطب رأم ثلاثة نجي عندي، نجي على الكومين أنود، نقذ حسب ما يا كومين إن insignواعين وباقي الأقطاب هي عبارة عن السجمانات طيب انا اذا بدي اوصل هاي السجماني بشان اطالي على الرقم واحد اش بعمل بوصل الخط الارضي لهن طبعا على فكرة خط الارضي هاي و هاي مقشورين مع بعض يعني اذا انت وصلت اي واحد من بناتهم بشتغل لكن الافضل توصل لتنين وشان يصير فيه توزع التيار افضل ضمن السجماني طبعا انت يسعب التيار صغير ما فيشيه طبعا اذا انت اشغل انا رقم واحدة سبيل المسال اذا بوصل خط الارضي وبطبق هون جهد تشغيل طبعا اذا كانت 2 فولت ما بحك ما بقول وا اذا كانت 2 فولت على هاي السجماني على البرقم بي اطبق وين على البرقم سي واحد منطقي اذا كانت من النوع كمن انود معنات ان رحي توصل عندي الخمسة فولت وهي رح تكون فعالة لما باطبق صفر منطقي طبعا لما ما بكون مطبق صفر منطقي على طرف الارضي اش رح رح يقول انطبق واحد لانه ليشو عبارة عن قطب خارج لاو حالتين اما صفر او واحد هاي الحالة الفورنية موصول والطرف الثاني اما بقلبه لهم مشان تشتغل او يكون موصول على الواحد منطقي الحالة المعاكسية لما بيكون كومين كسر طبعا ايما تبتشتغل بيكون ان الطرفين موصولين على الارضي الجيم دي موصول الميكرو ها بيطبع على الاقطار صفر منطقي مشان ما تشعر ليدا كأني انا وصل ليد مع الميكرو كونترولر لما بدي اشغله اطبق واحد منطق كيف بيشتغل الليد مبدأ ليد طيب هلا متل ما شايفين هون هاي رسمي بالبروتوس عندي مايكرو كونترولر وموصل مع البوابة سي شاشة اظهارة من النوع كومين انوت وموصل مع البوابة طبعا اطالي رقم 8 متل ما شايفين شو مطبع على الاقطار صفر وموصل مع البوابة دي شاشة اظهارة من النوع كومين كسود ومطبق واحدات ان شاء هم تشعر هذا المبدأ اللي حكينا عليه طب بنحجي على التشفير كيف بدي افك تشفير او اطالي جدول التشفير طبع الكومين انوت طبع الكومين كسود خلينا نبلش هلا بالكومين انوت اللي هي عبارة عن مصعد مشترك المصعد مشترك معنات انا لازم اطبق اصفار مشان تشعل معي السجمان اللي بدي اشغلها نجي على الجدول هلا هون الرقم اللي انا بدي افك تشفير هلو صفر واحد اثنين ثلاثة الالتسعة اذا بحتاج للقوام بس اذا بحتاج للحروف كمان ممكن اطالي جدول التشفير نجي رقم صفر هلا طبعا كومين انوت هلا نجي ال a b c d e f g h هنين عبارة عن السجمانات تمام طيب اذا بدي اطالي الرقم صفر هذا هو الرقم صفر فهي شو هي السجمانات لازم يكون شغالة كلها مع عدل g طيب كلها مع عدل g ال h الشيه النقطة طيب معنات هذول انا بدي اشغله طيب اذا بدي رقم واحد فانا بحتاج ال b و c ال b و c و ال b اي شو بطبع لي هون الحالة المواكسة اللي هي لكم انوت وهكذا هاله مرتبط خالص ما في داعي مكمل يعني شغلي بطير بسيطة طيب معنات هذول القيم شو هده اعمل فيها انا بدي اخذ احفظه وين ده اطبعه اذا اطلع رقم صفر لطبعه على البوابه بشان ما تكون القيمة سنائية تعزل ابني اشبع ممكن احولها لقيمة 16 فبالتالي جدول القيم جدول تشوير هو عد الشكل الصفر بطلع c صفر هذا الصفر اذا حولت هاي القيمة الى 16 بتطلع معي القيمة c صفر ال 1 هي عبارة عن هاي القيمة بطلع معي f9 طيب هاله سؤال اذا انا بدي اطف في الديسبلاي شو هي القيمة اللازم اطبعها في نماط الكمان انود 255 258 طيب ننتقل معناتها على المهبط المشترك شاشة اظهار من النوع مهبط مشترك معنات انا سيكون في عندي الارضي موصول مشان اشغل اي قطعة من هاي القطعة لازم اطبق واحد منطقي اذا بدي اطلع الرقم صفر شو لازم اسوي اطبق واحد منطقي على الكلمة ومعده ال g و h حسن ان ابدأ وهكس باقي القطع فمن احسن الهون الجدور سيكون عندي مثلاً صفر كله شغال معد اخر القطعتين فالقيمة 3 F الواحد لحظها القيمة 26 6 1 1 0 والباقي كله صفر هون اذا بدي اطفي السجمان اي شو لازم اطبق صفر بلازم اعرف الانيشيال فاليو تبعيدها طيب سؤال هلا انا ما بحسن من هدول التنتين انه استنتج من هدول التنتين استنتج التانية عسبي المثال اذا جيت قلتلك انا هون الصفر لحتى يشعر بده ثلاثة اف اذا قلتلك انا غيرت الديسيبلي من نوع مهبط مشترك لمصعد تمام اف اف ناقص لثلاثة اف اول متمم يعني هي الحالة المعاركة سائلة صح ملا لانه هون عب اطبق واحدات ونيك صفار بدل واحدات اصفار فهي اف اف يعني بيتين وخمسة وخمسين ناقص القيمة هاي تمام فبطلع معي القيمة اللي لازم تطبق يعني يروح ان تشوفهم ثلاثة اف والصفر اذا رجعنا لهون سي صفر ثلاثة اف وصفر طارو صفر والسي والاف ثلاثة خاصة ففيك انت تحسب لواحدة واذا غيرت الديسيبلي مباشرة تطرح القيم بيتين وخمسة وخصيمات وبرك ترجع تشفر بعدون هدول ستاندر يعني خلاص بيتين بره انتهى الوضو طبعا 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 لا تخاف طبعا بس مو ننفهم المبدأ اول طيب خلصنا هون خلينا نجي بقى نحاول نسوي مثال بسيط ونبلش انعقد الامثلة ونشوفيش الخيارات المتاحة عنا في عندي لوحة اظهار سباعية بدي اوصله مع البوابة سي على سبيل المثال واوصل مفتاح مع اي قطب اقطاب الماكرا وكلما كبست كبست اعمل ازيد العدد بمقدار واحد طبعا 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 ف هم تنقضي مقاطعة هذه مو شرط احب تستخدم مقاطعة استخدم احب تستخدم تعليمه كما يصير وللحالات كلها مفتوحة عالك عرفتش شلون طبعا هاي الرسمة لاحظوا وصلت 7 سيجمانت مع المانكرو كنترولر عن طريق البوابة بي وحطيت مقاومات قيمة 330 اون هل هنا بيجي السؤال شو هو التيار التشغيل وجهد التشغيل ل لوحات الأظهار السبعية قال لما بيجيب لوحة الأظهار السبعية فلازم بيجيب الداتا شيط بعيتها او بيكون مكتوب عليها رقم من تحت تنزلها من الانترمين طيب هلا لوحات الأظهار السبعية الستاندر بيكون جهد تشغيل السيجماني اذا كانت 1.5 انش ومادوم وهذا المتوفر في السوق 2 فولت وبيكون تيار السيجماني 20 ميليا امبير لكن حاليا طارعوا تكنولوجيا جديدة في اللدات مبعر اذا بجيبوا هلول السيجمانات فالسيجماني ممكن على 1 ميليا امبير وجهد 2 فولت تعطيك نفس الإضاءة التي تعطيكها عند العشرين ميليا امبير والتنين فولت غيروا المادة المادة المشعلة الليد فصار بتعطي إشعاع أكبر وديموميته أكبر وتياره أقل طبعا بيكون سعرها أغلب هذول عم نستخدمون حاليا بمنتجاتنا وهي منهم طيب او انا ممكن اروح ادخل على لدات الشهيد نجي لهون مثلا نلاحظ في عندي هون سيجماني نجي لهون طبعا 7 سيجمان كم نقطة لها 10 نقاط 5 ب 5 متل ما قالنا الأبعاد تبعيتها كذا شد هاي مقاسة 0.56 انش 0.56 انش شد الجهد الأمامي لحتى يفتح الليد 3.8 فولت التيار 10 ميليا أمبير معناتها تحتاج ل 3.8 ميلي فولت 10 ميليا أمبير طيب نروح لغير وحدة للسيجماني الوحدة 10 ميليا أمبير و 3.8 فولت إذا تشغل السبعة فكل وحدة رح تسحب بهذا المقدار هاي لازم تنتبه إلى طيب إذا فرضنا هاي السيجماني عم تسحب 10 ميليا أمبير فأنا بحتاج للمقاومة 300 أوم 300 أوم ما فيه أقرب قيمة إليه إما 270 أو 330 فأشبغت المقاومات 330 طبعا بطلع للحط اللي أعلى منه طيب إذا أنا جيت طبقت عليها جهد 2.3 فولت أو 2 فولت مثل ما لازم تشتغل وحطيتها تيار كبرت لها مقاومة تحديد التيار بحيث أن تيار يصل لها مثلا 5 ميليا أمبير بس تشتغل ولا تشتغل بس إنهارته بتكون أضع فما فيه مشكلة طيب نجي لهم معناتها 7 سيجمانت موصولة مع البوابة B طبعا تعرفوا الطالوة 7 سيجمانت من هون ما نشتغلين فيه قبل هالمرة فيه common anode و common cathode بيرمز له هيك common an شوف anode و common cathode لك تنطبي بيقول لك أن هاي common anode من تحت بتكون common cathode ومن فور بتكون common anode طيب هلا نروح نكتوب برنامج بدي عرف البوابة B كبوابة خارج وفي عندي المفتاح موصول مع البين دي نقطة 2 أو قطب المقاطعة فيك تستخدموا معناتها هون يو ساوي ميجا 8 طيب الكريستال يو ساوي 8 ميجا ساوي اشتغل كم دولار بدي عرف البوابة انا هي بورت بي اللي هي موصولة مع موصولة مع السجمانة كبوابة خارج فينى أساويلا الياس مو اسهل ممكن أساويلا مثلا 7 segment الياس بورت بي ماذا القيمة الأولية لكي تشتغل الديسيبلي كمان انود لازم أطبق اسفار طيب القيمة الأولية على البوابة أول ما بيقلع الميكرو ماذا لازم أعمل ماذا لازم أعمل لازم أخليها واحدات ماذا لازم أخليها ماذا لازم أخليها segment ماذا تساوي 255 خلصنا الآن أريد أن أعرف المفتاح config php bin d.2 تساوي مو 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 switch alias d.2 الآن أريد مقاومة رفع داخلية ماذا أضع هنا خارجية أم لا أضع خارجية فلا يوجد مشكلة هنا أفعل غير وأفعل داخلية خالص الآن أضع لا هذه هي حلقة البرنامج الرئيسي نحفظ المشروع نحفظ المشروع نحفظ المشروع نحفظ المشروع لكي أطالع الرقم صفر ما هي القيمة التي أحتاجها نذهب إلى شريحة Powerpoint هذه هي من النوع كمين أنود أريد أن أعود إلى الجدول كمين أنود هذا كمين أنود صفر هذه القيمة خلينا ننسخ أولي القيم هذا كمين أنود ننسخ هذه القيم نرجع له نضعه هنا تحت إن شاء نستخدمها بعد قليل إذا أردت إذا قلت رأيت نحفظ لنحفظ نحفظ نحفظ كمين أنود نحفظ نحفظ أول قيمة أطالعها هي 0 معناتها الأجداء قال له 7 segment كود تبع الصفر أستنى زمن مثلا 500 ملي ثانية بعدها أطالع القيمة التي بعدها وهكذا أضعها على سطر واحد كم قيمة عندي 1 3 4 5 6 7 8 9 وهي الصفر بس منسخل قيمة تبعية الجذول F9 bliver c 4 zero 10 9 20 بصفر 90 92 92 82 بعدها في عندي 80 90 بعدين 90 وبالاخير شو بدي اعمال بدي اطفية للدس بلاي استنى شوية ورجع اعرض الرقم قلنا مشان انطفيها هاي من النوع كومن انو تشوف اطبي عليها F7 جاهز يبدأ البرنامج هو عبارة عن الرقم واحد الهزاز الكريستال 8 ميجا كونترل S 7 8 9 صفر صفر هذا المبدأ استغل عليها سيدا 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 اه اه اوكي ايش 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 نحطينا المفتاح وما استورد اننا شغلناه وما انشرته طيب المفتاح بالفكرة اللي بعدها من استخدام ان اصطردم تعليمه اسمه لوكاب تفيدنا كثيرا هون هاي الفكرة الاولى هل يوجد تعليمات بالباسكم ABR بتساعدني اكتر انا ما اجيله قيامي لكم باشرة اصنده اهل فيه مشان محمد ما يزعل طبعا خلينا نروح نشوف اش في عمنا تعليمات التعامل مع البيانات لانه هذا شو بحسن انا بسميه ما بحسن بسميه ما بحسن بسميه AUT ما عندنا عليكم شي مصطلح AUT طيب اوكي خلينا نشوف شو في عمنا تعليمات كتير مستخدمة خصوصا للتعامل مع الشاشات الاصر التعليمه الاولى انه انا اذا كان في عندي جدول بيانات تمام هاد الجدول البيانات تتذكروا لما كنا عم نشفر على شاشة LCD الاحرف اللي ممكن يتعرف عليها شو كان عمال بيحطه عم يصف البيت الاول الثاني الثاني وش عم يحط قبلهم DB قلت لكم انه هاي التعليمه ونحن بالباسيك اذا نبدله اشو نستحط داتا تمام وبالتاني انا فيني احط lookup table اعرف فيه جدول البيانات تبع شاشة LCD ويضع اول شي تعليم اسمه data عند label خارج البرنامج الرئيسي وينما كان باي منطقة في البرنامج بروح بحط label بجي الى هون تبع نحفظه بحط label خلينا نسميه مثلا segment مثلا segment label وببلج data تمام وحط تعليم data كل البيانات التي سوف تأتي بعد تعنيم التخزينه اذا ذكرت الاخر البرنامج ونحطيته tore label معين فأنا سبدي أوصل للبيانات الموجودة في ألغو بروب أستدعي اللابل تبعه طيب العنصر الأول شو رأمه الإندكس تبعه صفر البعده واحد هلا بنشوف كيف بنستدعيهم طيب معناته دول البيانات نفسه أنا شوفيني عامل روح أرتبهم تحت طيب معناته العنصر الأول الثاني الثالث الرابع طيب هل يقتصر هذه التعليم المعدات على البيانات الرقمية اللي هي من نوع بايت أو انتجر أو وول لا حتى فيك تخزن كاركترات يعني فينا أخزن جملة وأنا أروح أجيبها أستدعي طيب العنصر الأول في الدليل فاريابل واحد الإندكس تبعه صفر كأني عبت عمل مع مصفوفة فيه أكثر من عنصر تمام المصفوفة اسمها باسم اللابل والعناصر الموجودة فيها هي كلها بتجيبها للتعليم داتا نجي كيف أنا بدي أروح أجله الأبحاث عن قيمة موجودة باللوك أب تيبل داتا قال في عمدي تعليمي ايش بتقول فاريو يساوي لوك أب انه روح جيب لي من لوك أب تيبل بين أوسين لعنصر الإندكس تبعه كذا فاصلي قال المتوضي عند اللابل كذا خالص طيب أنا إذا بدي أجيب الفاريابل عشرة فهون أجيب قيمته طبعا فاريو يساوي لوك أب بالإندكس تبع العشرة أجيب تسعة لماذا؟ لأنه الوحج إندكس صفر معنات العشرة تسعة فاصلة إذا كان اللابل هنا اسمه سيجمينت خالص هلأ منشوف هذا كيف ممكن نحن نوظفه لماذا نتعمل مجموضة 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 بس هلأ تسهل تصوّع أنه انت في عندك جدوى البيانات في يد ضخم وبدأك تروح تسوي مصوفة وكذل أخوين أنصر من أعناص المصوفة وكذل أخوين أنصر نبدأ طيب دعونا نأتي إلى هنا على المسال قررت طيب نعبله قررتنا المعالج قررتنا الهزاز الكريستاني قررتنا البوابة التي نريد أن نتواصل معه قررتنا المقاطعة الخارجية لكي نعيش لكي نزيد عنده هلأ ونناله عندما بندرت المفتاح قفز إلى البرنامج الفرعي الاسمه بوش قررت متحول اسمه على سبيل المثال طبعا هاي مرديها جئنا على حلقة البرنامج الرئيسي حلقة البرنامج الرئيسي يجو فيها فاضي خلصت عن طريقة البرنامج ممكن نضع فيها تعليمه 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 لا تقوم بعمل يضيع دولة أريا واحدة و يكمل لوراها نجي طبعا انظري سمع 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 هذه البرنامج المقاطع سمع حاليا لا يوجد شيء مضغوط برنامج الرئيسي فاضي في التعليمات الثانية انضغط المفتاح و أين قفز قفز على برنامج خدمة المقاطعة سمع ماذا هو عبارة لوحة الأظهار طبعا القيمة A طبعا أول ما أقرأ برنامج قيمته هو عداد طبعا الاندكس صفر و أين موجود قيمته صفر قيمته و أين يقومه قيمته طبعا نفس الطريقة نفس العسلوب نفس المبدأ أسنده للقيمة الفوانية طبعا نعدي لك أبطيب قيمة فيه لازم تكون C صفر F9 C صفر F9 دل غير لوحة أظهر طبعا نشوف أسند القيمة هاي طبعا increment A زاده بمقدار واحد فحصوا هل قيمة A أكبر من التسعة؟ ما لازم أسوي فيه؟ أصفره لأنه شد في عندي في جدول البيانات أنا كما عنصر عشر عناصر في عندي عشر عناصر في الجدول البيانات أول عنصر يبدأ قيمته صفر أخر عنصر قيمته 9 طبعا إذا كان في عندي أكثر من تسعة فممكن أكبر من تسعة هل A يساوي التسعة؟ أكبر من تسعة صفره استنى 200 ميلي ثاني و اش عمل؟ يرجع من برنامج المفاطئ كل كبسعش يصيف A يزداد بمقدار واحد و يروح على الكود الموافق و يروح على الاندكس طبعا A وهكذا بس نجيب الكل طبعه C صفر F تسعة واحد F تسعة C صفر F طيب بس لأنهم صفر C صفر تسعة 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 ها في ريتانر بالأقيد ها في ريتانر ها هي lookup table لا لا يوجد ريتانر لأنه موسب بروتين هو عبارة عن قطة أخزم فيه بيانات في قلب الفلاش هذه القطة موجودة عند لابل معين بيروح لعندها اللابل وفي عندي اندكسات لا يوجد ريتانر لأنه موسب بروتين تمام؟ نحمله البرنامج نحمله البرنامج نريد نعم كم الفتاح موجودة نعم نعم من حينها موجودة نعم نعم تحديد تمام اثنان إذا كنا نعمل بها الطريقة على مفتاح ماذا نريد أن نفحص القيمة السابقة إذا ضغطت مفتاح طلالي رقم صفر صفر أول عنصر سهل إذا ضغطت مرة أخرى طلالي واحد ماذا نريد أن يعرف العنصر الذي قبله وقد أضع السابقة باللدوء أحنا نريد أن حصل على قيمة الضغطة تنفذ محتمewة أفتح عن الأشياء المنشف ماذا نريد أن نفعل أن تصدق الأشياء مرتجلة قيمة الإخطة كما تريد أن تدخل معين قال الأن سنقوم بسطول invest في القيم أن أضعته للمقدار ألا أحد ما هذا ماذا أستخدم؟ أستخدم select case وذا استخدام متحول عداد إذا كانت قيمة هذا العداد واحد معناتها طلالي أنا قيمة هاي إذا كانت قيمته اثنين طلالي هاي معقدة صحيح لا لا انه صحتت Select Case مهم عرفتو شنون؟ دقال له Select Case A نفسه هذا اللي عرفته هون اللي هو عبارة عن عداد متحول اي Select Case A كيس صفر اشبي طلالي هاي طيب اي ما تبزيده للعداد في برنامج مقاطع وستخدام متحول وهكذا بيزيد بينما هون طلع ما اسهله هاي كتير وتبسطي في البرنامج كتير تبسطي في البرنامج طيب الفكرة اللي هون واضحة فيه سؤال نحن ندخل شويه اعقد هاي اذا فيه شي ما باضح هلا اقوله طيب مجد سيكت لي همش أسطى همساوي لك درس برد شباب طيب هلا وظيفه فيه عنكن اربع تعليمات ادخلوا على الهب وشوفوهن وشوفو كيف نحن ممكن نستثمرون او موظفون Lookup string من اسمه واضح انه انا لازم ابحث عن عنصر من النوع string سلسلة محرفية طيب Lookdown طيب انا ابحث عن قيمة ضمن جدول بيانات ابحث مشان الاقي قيمة ضمن جدول بيانات هنيكي انا اشي بعمل بالlookup عباجل قيمة الى index محدد طيب انا عندي قيمة بدي ابحث عنه وعندي مجال بيانات ايش ممكن ايش عندي تعليمه ولا احلى من هيك ايش القيمة اللي بدي ابحث عنه وين متوضع ال data ايش هو المجال اللي بدي ابحث فيو هلا ابحث في كل البيانات المتوضع عن هذا ال label restore label بيحمل لك كل البيانات الموجودة عند هذا ال label وين على الرام read var بيبدأ بيقرأ لك هاي البيانات الحملت على الرام بيضعوا على ال help بيشوف كيمة تشتغل وشوف ال example بيشوف ال example لكن هاد ليك اننا اكتر استخداما اللي نحن شرحناهم نشغي هلا من شوية شغلنا لوحة طيب بدنا نشغل تنتين بدي اوسع البوابة واوصل لوحتين خلينا نروح على ال البرنامج هون نوقفوا بس بننسى خلي هال القصر تريدون نضع كومين كاسول بدلا كومين أنو وصل هدو الأقطاب بدي اصبحت نواصلها مع البوابة خلاصة بدنا نروح نعدل البرنامج الذي كتبناه بي حيث أشيه عندي إن أزيد الترتين مع بعض أول أساوي عداد عشري ممكن أن أساوي عداد عشري من الصفر إلى 99 نأتي اليوم إذا؟ تمام تمام بس أزيد بمقدار واحد طبعا ايه بعدين فكرة نزيله هون هذا البرنامج المشتغل عليه كونترول A كونترول S محفظه هلا هنيكي استعملنا بس البوابة B بدنا نعرف البوابة C C 3 وهي ما نسميه هاي منسميه سيفن سيجمنت واحد وهي منسميه سيفن سيجمنت اثنين بشان ما يتعرض القيم مع بعضه طيب ننجيه هون انه نفس جدول التشفير طيب لو كان انه غير جدول التشفير شو بعمل شباب لابل ثاني بسميه سيجمنت كود واحد وهذا سيجمنت كود اثنين انا المسال افرض انه هنه غير جدول التشفير لانه كومه ينكسد مثلا سبيل المسال وباجي لهون سيفن سيجمنت الاولى على الطا هاي اسمه واحد صحيح؟ وهي اسمه اثنين وهي lookup type A هون متحول B ال A دي زداد بعدون كل ما صار قيمة عشرة يزداد ال B فلازم لازم اعرف ال B فاصلي B as بايت خلصنا نجي هلا استنى ميتين ملي ثاني هلا اذا A اكبر من تسعة زين A تساوي الصفر و B increment شو B صح؟ اذا كانت اكبر من تسعة اكبر من تسعة اكبر من تسعة زين B تساوي اش اد صفر انه صار فوق تسعة و تسعين صار فوق تسعة و تسعين حسنا نهائ صار فوق تسعين يجب محمر اذا ادرى تسعين ليس به الآخر و لا تقلية تسعين لا 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 صفر تقلية يسمى لما هو صفر يالفgasp كيف عشرة؟ هؤلاء اللي نشوف مش عما تضيعوه هذا هيك هاي الأحد وهذه هيك العشرات عرفت شلون؟ نعم بس أنا أعطيه من شغلة حينيه تتوسط على تسعين لا ما رأينا تتوسط على تسعين لا 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 خلاص أنا كنت أشبه عميل بحسين هون لاحظوا ما نسوي بدل ما نقول له البوش بطن هاد إنه أنا ممكن برنامج المقاطعة أو إش أعمال أنا أقول له للبرنامج الرئيسي وخليه يكرر مباشرة أنه هو لحاله كل مئة مني ثاني F7 لاحظ؟ إذا ضغطت المفتاح بزيد هو بالبرنامج الرئيسي أريد يعمال بساويرا كبس المفتاح راح سعى برنامج مقاطعة زادوا بمقدار واحد لا ما هو غلط بالتوصيل لا 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 ما هو موضع مطفوعا قيام التشفير كأني غلط سواني 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 A B إذا B أكبر من تسعة صارت عشرة معناته بس ما هو وصلت للتسعة أضغط A زيد A أضغط A أضغط B كنت أضغط B لا كان أضغط أخر ولكن نحن نرى إذا A أكبر من تسعة صفر A وزيد B هذا مخطأ صغري بس ما هو نعم والبرنامج صح نعم دعنا نكبر الزمن هل هذا المشكلة؟ هل هذا المشكلة؟ ما هو المشكلة؟ هل هذا المشكلة؟ هل هذا المشكلة؟ المشكلة؟ المشكلة بالضبوط هل نحن نستطيع المشكلة؟ على تطبيق المشكلة؟ إن أحبا هذا المشكلة على اليو تود لهذا كنت تصرف مرة أخرى أنظر المساحة الرسولة نفسه ، نفسه نفسه ، السقمانة نفسه يكون قوامته كبيرة يحتاج لكلهم 330 Ohm إذا كانت كيمتا كبيرة لنرى خلاص إلى الأهم الفكرة على كل حال صحيح ممتاز سؤال ليس لون حلو كثير 2099 ما في مشكلة طيب إذا بدي أربعة كم قطب بديها محمد أزاد أسوي أربعة قطب من الميكرو بدي سرعة و أربعة و تمكين بدي أربعة بوابط ما بدو تمكين لأنه كومن أنود أو كومن كسو بدي أربعة بوابط راح المعالج طيب إذا بدي تماني طيب إذا بدي أربعة و أربعين ساعات أوقات الصلاة المنسوية فيها أربعة و أربعين ديسيبلي و عندها جبلة موالج ناخد سبع خطوض ناخد باية خطوض بداية الأرض هنا في عنا تقنيتين راح نعلمكم اليوم التقنية الأولى بيسموها سكانينغ والتقنية الثانية بيستخدام شفر الجسر السكانينغ اللي هي عبارة عن طيال أو بيسموه نمط المسح كثيرا بتسمعوا بأنه نمط المسح طيب بالجرائض الكترونية باللوحات الأصغار نمط مسح شو هاده نمط المسح بنامط المسح بتجي بتقوم على وصل A من الديسيبليتين مثلا إذا عندي الديسيبليتين بأوصلهم مع بعض تمام؟ كل ديسيبليتين فيها من A ل G بتوصل من A مع A B مع B C مع C الديسيبليتين بأوصلهم مع بعض وكل وحدة مع النظير المقابل إليه طب اشو ببقى عندي قطبين؟ قلو ببقى عندي قطبين تحكم اللي هنم عبارة عن كومين أنود أو كومين كسر طيب خلا أنا إذا بدي أشغل الديسيبليتين الأولى شو بعمل؟ قل بحط الكود اللي بدي أطاله على وين؟ على الديسيبليتين وبفقل مين؟ الديسيبليتين اللي بدي أعرض عليها القيمة على نفسها على الديسيبليتين قل بحط البيانات عدهتها وسط وبفقل الكومين أنود أو الكسود للديسيبليتين معنات الكومين أنود في الكومين كسود مراحلين ينوصوه مباشرة وين يروحوه؟ على المايكرو كنترولر مشان أتحكم فيه طيب خلا الديسيبليتين إذا شعروا السبع نقاط فسعروا السبع نقاط فأنا بسحب سبعين ميلي أمبر إذا عني الديسيبليتين 140 ميلي أمبر هذا أين يصرف الميلي أمبر إذا كان كومين كسود ديسيبليات؟ في المايكرو وإذا كان كومين أنود من أسحب لهم تيار؟ من المايكرو إذا كان عندي أربعة ديسيبليات فأنا خرجت خارج النطاف اللي بتحملوا التيار في المايكرو فأيش لازم أوصل؟ أضع ترانزيستورات فأتحكم في الكومين أنود أو الكومين كسود عن طريق ترانزيستورات الآن لم أفرقت معي إذا كانت كومين أنود شو ترانزيستورات لازم أضع نوعها؟ كومين أنود هل تتحكم بالفاساسين؟ بي ام بي بي ام بي بي ام بي سبعة وعشرين اذا كانت كومنت كسود تتحكم بالنقطة الارضية ماذا تريد؟ بي ام بي ام بي ام بي ام بي ماذا نفريت مية ترانزيستورات؟ تفريم مية نفس الشيء رأي سياها تفريم مية خلينا نشوف هذا بشكل عاملي كيف نحن ممكن نتعامل باو ايه هلا بعملي بتوضح كل شيء اذا انا نشتغل بنماط المسح ماذا اسم هذا الباس؟ نعم اضع قيمة لانه بدي عرضة اذا افكيته من التغذية ووصلته ننسخها ctrl c ctrl new نضع تغذية سوف تطعط الحال الى اخذها بيست فام كيبورت طب خلا هاد اسمو داتا باس خلينا نفك هذول تمام هاد اسمو داتا باس انا برو بوصل عليه كل السيجمانات الموجودة عندي الـ A مع الـ A الـ B مع الـ B وهكذا شلون لما كنا عم ندخل بايتين عن طريق منفذ الـ LBT عم اتحكم بكل لاتش على حدة و عمال بوصل الداتا باش كله مع بعضه البيت اللي بدي ادخله ايش بعمل بفعيل اللاتش دفعه نفس المبدأ هون عم اخرج مع بدخل الديسابلاي اللي بدي عرض عليها رقم بفعيل شو الخانة بايته طيب هكذا طيب هدول ما بسر احوصلهم بشكل مباشر لانه بتنعرض القيمة مباشرة عليهم فلازم انا افكهم من VCC الوين باخدهم؟ الهدول يباخدهم على اقطاب تحكم ده اصيل هالله اتحكم فيهم نوصل على قطب وهذا ما نجيب له هون طيب هلا سؤال اذا بدي اعرض انا الرقم صفر على الديسابلاي الاولى شو بعمل هاي هون هاي هون طيب واحد منطقي يعني شو غزيت غزيت هاي الديسابلاي واحد منطقي خمس فولت كأني وصلتها للVCC البيانات الموجودة هون اذا تطلع هون طيب اذا طالع نفس البيانات على الديسابلايته طبي هون واحد منطقي هون طيب اذا طالع بيانات هون غير هون ده ساوي عداد بصفل لتسعة وتسعين شو لازم اعمل نضفي هون شعر طيب هون فيه تقنية كتير مهمة وهي بتعطي جودة الاظهار يعني ما بتحف معنة الديسابلايات وما بيسي فيه خيالات المشاكل لما انا بسوي نظام مسح ان كان ماتريكس جريدة الكتروني او لوحات اظهار انه بطلع عندي خيالات ان الرقم اللي عبطلع على الديسابلاي بعده بتلاقيه رفف على الابلة وبطفو بشعره بتحس انه برفه من بعيد التقنيه على الشكل التالي قال الحال الاولى بتكون ما لك مفعل لا الديسابلاي الاولى ولا التاني ما في شي فعل طيب قال اول شي بتعمله التنتين ما انفقالات بحط البيانات تبعت الديسابلاي الاولى وين؟ على الدياتاباس بفعل الديسابلاي الاولى بستنى زمن لا يقل عن 3 الى الـ 500 ثاني مشان احسن الاحق اشوفه بقيمة بلغي تفعيل الديسابلاي الاولى بحط البيانات الجديدة تبعت الديسابلاي التانية اعطي البيانات الجديدة على الوضع النقطه ان اليه من هناك أن تبقى اللعب أن تبقى تفعيل الوضع التي تعرض عليها حالياً قبل ان تبقى البيانات الجديدة على الوضع معناتي تعطي البيانات معنى هذه البنات بستن زمن بلغي تفعيله بغير البيانات بفعل DISABLAIGHT المعينية بها البيانات باستن زمن بلغي تفعيله بكمل وهكذا اكمل لها في sing تلغي تفعيل الديسبلية التي تعرض حالياً لكي لا يطلع خيال البيانات الجديدة عليها لأنه غالب ما يعملون بحط البيانات الجديدة لكي لا يسووا عملية أنه هلأ أنا هاد القطب 0 1 هلنه ما يعمل بحط البيانات الجديدة 1 0 بحقسوا الحالي ومجراته للمنين لا لك تلغي تحط البيانات الجديدة ترجع تفعله فهيك ما بطلع عندك خيالات هلأ شب الروتيوس ما صارت الروتيوس يعني ما نحسن كيف نحسن لا بتحسن طبعا لا هلأ أنا ما لغي تفعيل مثلاً ما بعملها العمليين ما لغي تفعيل فهنا مفعلت الثاني بس ما عمل خيالات ما بيبين ليش لأنه الروتيوس ما بشتغل بالريل تايم أنت طلع هون على الرن تايم فبتلاقي الثاني يربو متطول عشر ثواني أحياناً حسب الغرافيكس حسب المعالجة الرسومية الموجودة بس مع ذلك بتشوف الخيالات الخيالات ما كتير ممكن تشوف لأنه هي عبارة عن تيارات تسريب ما بتبين ما بتبين لأنه هي عبارة عن تيارات تسريب البروتيوس ما يعمل لك العناصر كعناصر أمثالية عرفته شلون؟ طيب أشعر الزمن لازم يعني يكون بين أنه أتنغي هاي و أتنغي هاي و أتنغي هاي مباشرة فوراً ما في تأخير بين الإلغاء و التشغيل فوراً فوراً بالعكس هنا ما لازم تضيع الزمن لأنه تطفى الديسيبليات و شعب شعب هذا ديكون أصغر زمن ممكن مباحة تأخير تأخير وين؟ تأخير أنه وجود البيانات على الديسيبليات أثناء عرضة بحيث أنه العين تلاحق تشوفها مثلاً سايد مثلاً الزمن حقيقتهم أو مؤفيد الأولي المسان بحيث أنه هذه الزمن يعني كأس المطافي مش أعمال حقاً يطاول ما طاول أبداً 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 هلأ رح نشتغل عاشي هلأ سؤال إذا أنا بدي عشرة ديسيبليات أو أربعة ديسيبليات عصبية المسان بدي أستعمل هذا المبدأ ما انا أنا جاء على دار المطبوعة تمن خطوط بتمن خطوط بتمن خطوط أنا أقلاً كلها وأقصرا هكياً مع بعضها؟ أكيدًا أعلى هيك في عندي ديسيبليات مزدوجة وديسيبليات ثلاثية وديسيبليات رباعية متلما شايفين هون إذا هي ديسيبليات رباعية معنى التي فيها أربع سجم فلازم يكون عندي اثنين وثلاثة كل واحدة فيها خمسة بخمسة عشرة أربع معنى أنه يكون عندي أربعين مقطة لكن إذا مسكت أنا هاي الديسيبلي فرح ألاي أنه أنا في عندي 14 نقطة بس طيب قال ويل باقي وشنون صار؟ قال هذا داخليا مقسور الداتا كلهم مع بعض فهي 8 خطوط طيب قال وفي عندي 4 ديسيبليات معنات عندي 4 كومين أنود أو كومين كاسود صار 12 خط قال والدوت بوينت نقطة صار 13 قال والنقطين البلنص صار 14 صار 14 طيب خلصنا مننا هاي معنات ما في داعي أنا أروح أوصل هيك في عندي أنا ديسيبليات جاهزة هدول مفردات هدول 2 ديجيت ديسيبليتين في عندي 4 ديجيت 4 ديسيبليات في عندي 6 ديسيبليات وفي عندي 8 ديسيبليات أكتر شي بجيت من بسيبليات فالله نحن راح نتعامل مع 2 ديجيت جاهزة في عندي كمان كومين أنود وفي عندي الكومين كاسود لاحظ في عندي 8 خطوط في عندي دوت بوينت وفي عندي قطبي التفعيل قطبي التفعيل طيب ننتقل على هاد المشروع اللي نحنا بدنا نشتغل فيه نجهزوا لاحظ جيبت ديسيبليات وفي عندي وصلتها مع نفس البوابة واخدت البنين C0 و C1 لكي نرى ما كانت حكمت الديسيبليات الأولى والثانية نروح على البرنامج نروح على البرنامج عرفت البوابة B كبوابة خرج و عرفت البن C0 كقطب تحكم بالدسيبليل الأولى البن C1 كقطب تحكم بالدسيبليل الثاني كمان كأقطاب خرج و سميته هذا دسيبليل واحد و دسيبليل اثنين طيب هاي الدسيبليل هي من نوع كومنك كسود هاي الدسيبليل هي من نوع كومنك كسود فلازم اطبق الحالة الاولية على هاي الدسيبليل الأولى على هاي الدسيبليل واحد منطقي و ما بهم ليش موجود على الداتا ليش لانه عندي أقطاب التفعيل فسيت دسيبليل واحد سيت دسيبليل اثنين حاليا دسيبليلتين مطفيات جيد دخلت بحلقة البرنامج الرئيسي هاي حلقة البرنامج الرئيسي ما الالياز كانت بحلقة البرنامج الرئيسي اقطاب تحكم ايه اقطاب تتحكم نجي الى هون 48 و ساوي 0.69 طبعا في عندي متحولين المتحول الاول هو A هو عبارة عن عداد العشرات و في عندي متحول هو I هو عبارة عن عداد الاحد 48 و ساوي عداد من 0.99 لانه هيك المشروع 48 و ساوي 0.99 الحلقة الكبيرة ندخل للحلقة اللي بقلبها لانه دائما في عندي مسح حلقتين بقلب بعض دائما ما بيوقفوا ابدا مجرد ما وقفتوا في الدسيبليلتين او انه ضلت القيمة نفسها عبارة عن عددين اخر قيمة نجي الى هون 48 و ساوي 0.99 الحلقية الاحد B هي القيمة اللي انا بضغطها لعوين على البوابة بورت بي طيب البورت بي نسوي الى الياس خلينا نسوي data هوني 7 segment data الياس بورت بي تمام طيب على ال data المتحول i ال data الموجودة وين عند 7 segment تمام 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 لأستطيع الحالي أمل أن تحصلح أن تقوم بالتوصل على البيانات لكن الشувати التضيث tales ذريك في الريانات ولامرته ما يزال به سبيل المثال 500 ملية لنرى أن يكون المثال على الحالي للمشاهدة Tôi انتظappro ما Dodge على مجالważري لنعدد Korea لنعدد ألاك لنệc ايه افضل الإ режим وكان أسخ columnar فيه لا يوجد قبل كيفoli نظر إثار فقط انظر مما supuesto енной احضر من إفضل الإ معرفع بيانات مرة تانية وين؟ على الـ DataBus بس البيانات لأينا متحول لالـ A وهو الـ Disability الأولى لأن الـ Disability الأولى قين تسافي بس مو لازم بشكل دائم ان اعرض عليها البيانات فمنحط منجيب البيانات تبعه ايش منعملها للـ Disability؟ منشغلة مستنى الزمن 500 ملي ثانية على سبيل المثال وبعدون شو منسوي؟ منطفية نرجع وين؟ ندخل في الحلقة التانية نحن ندخل في الحلقة نحاول أبسطة وقدر الإمكان F7 الآن نذهب منشغلة هل تضطينا التردد مينة؟ طبع لماذا؟ لأنه 5 ملي ثانية جلنا الهو نحن نجد لهم بلشتنا في الحلقة الأولى هي A وهي الـ 1 الثانية هي عفواً هي العشرات وهي الـ 1 حسنًا. دخلنا لهن. i �0. 7 segment data. موصول مع شخص بي. بس. بلاد بس. بلاد بس. بلاد بس. بلاد بس مختلف. دخلنا لهن . بلاد بس و عرده. ماهذا هو منذ يعرضه؟ على الاولى على ديسبلاي 2 على احد الاولى موصولة مع مين؟ لمسميه انا ديسبلاي 2 لانه رقم اثنين ريس هي ديسبلاي 2 لانه قلنا هاي كمين كسود فبطبو الى صفر بتشتغل لازم انتظر زمن بحيس الاحق اشوف القيمة بعدون اش اعمل؟ اطفية معنى تستنى زمن طفية طيب هلا شو ده اجيب البيانات تبه بالديسبلاي لجنبه معنى 7 سيجمنت المتحول اي اللي هو العشرات وحتى اجيبه وحط لها وين على الاتا وسهل ماذا يجب ان تساوي لجنبه؟ شوكلا بس تنى زمن بعدون؟ بطفية بعدون؟ بعيد العملية هاي هي دورية المساح خاصة ضغرنا زمن وخالدمات ايجيب الى وصل لعشة تتبه لما وصل على تسعة وتسعين ما يمعالج هون؟ هيا تتبه اجيب الى برست لماذا يحدث قيمة I من الصفر للتسعة من الصفر للتسعة هذه صفر لحاله لأنه 4 حلقة 4 مو انكرمنت مو عندي حلقات 4 من الصفر للتسعة فلأس ما في انكرمنت طيب ايه طبعاً دير جا يدخل طب إذا كان عندي أربع سجمانات شايفين هات؟ بنسخدون أربع حلقات فور بنسخ هيلة تحت وهيلة تحت وكل بقى بعضهم فعندي أربع متحولات عمال بيزيدوا هالله ما يشوفهم كونتر سي مرون هناك ما شغل ها ما ما قلت لكم بغي طيب ماذا زمان عطيتو مايستر؟ داكتل اللي تحت تشوف الانيميشن تايم سبعة ثمانة ايه عشرة رجب ثمانة في ايه مبدأ فالعه لا رجب العطاء انظر الانيميشن تايم؟ لا لا حقيقي لا لن تحقيق انظر الانيميشن تايمين ايه انظر الانيميشن تايمد واناً انظر الانيميشن تدخرт طيب خلينا نروح نسرعه لان شو شو بده يصير بدل الخمسين نحط له خمسة ايه السبعة عم تشوف شيء هالله هاد ما عم بيورجيك على الواقع العملية نحشوف الديسيبلييات اضاءة كتير خفيفة ليش لانه ما عم بيستمر الحالة المنطقية على الديسيبلييات فترة كافية لحتى يصل السناء الى الاشباع هالله ما بيبين في الواقع يظهر غمت كتير ليش لانه السناء ما بيلاحق يفتح فانا بدي زمن لبين ما يلاحي السناء يفتح و تلاحق عين مجرد تشوفه لانه العين ممكن تلاحق ترددات بيقولك تأخيرات لازم لا تقل عن خمسة وارحين مليساني التغير اذا كان خمسة وارحين مليساني وفوق العين تحسين تلاحقه اذا كان دول ما بيعود تشوفه فالهي ترددات المسح بيقولك انا خمسين هيرتس مثلا لماذا خمسين هيرتس ؟ خمسين مره بالثاني عمال تشعر بتطفي طيب لو كان الترددات خمسة وارحين شرين هيرتس بتشوفه هي عمال تشعر بتطفي حوان كان حد ثلاثين حد ثلاثين تقريب او خمسة وارحين ما حد ثلاثين فبتشوفه طيب خلاص طبن هاد الشي معناته هون احنا لازم نشعل الدسبلية اولى ونطفية ونشعل الدسبلية التالية ونطفية في زمن اكبر من الزمن اللي عين الممكن تحس انه عب يصير فيه تباين طيب ليس لما بتحطوا كاميرا تلفزيونية على شاشة بتشوفوا المسح تلع الشاشة فكرة الثانية من انتقل الفكرة تأتي واضحة لحد الان المبدأ تبعا خمس هذا المبدأ عام فكرة الجرائد المادريكس نفس المبدأ نفس المبدأ بيصير طيب ننزي لهون خلا ما اخد استراحة شي شوي ايه 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 المعالج بالهون واحد ثانية واحد ثانية ايه طبعا هلا ننسوي اليوم عنا تطبيق سعر اليوم ننسوي سعر ايه بسيطة مي صعبة طيب خلصنا من هاي شوفي عنا الاستراحة انا اخذها بعد وننخلص هاي الفكرة ايه طيب هلا نجي للنقطة الثانية يا محمد تعبت مجد انت طيب الطريقة الثانية انا استخدم المسجلات الاذاعة هلا في المساح انا رحت وصلت الاتباس كله مع بعضه او جب الاتباس كله مع بعضه او جب الاتباس كله موصول مع بعضه طيب انا انت كان عندي كم كدير كثير من الديسابليات نفرض المنتج مثلا فيه 40-50 ديسابليات طيب المعالج بالحق يمسحهم كل هادول طيب ما بلاحق فاما بدك تروح تأسم النظام لمجموعات موديولات كل معالج مثلا يمسح له 20 ديسابليات وطربط المعالجات مع بعضه عن طريق نوافذ تسلسلية مثل ما راح نشوف بالدرس الجاي او انت تستخدم اللاتشات او مسجلات الاذاحة مشان اوفر الاقطاب طيب اشو اكتر شي مستخدم مع الجرائط الالكترونية ومع الديسابليات او الاكتر شي مستخدم المسجل المسجل الاذاحة من تسلسل الى تفرعي بطول ثمانة بيت طبعا ثمانة بيت بالنسبة للخلق المزود داخليا بلاتش المعناته هو عبارة عن عنصرين مع بعض العنصر الاول هو مسجل ازاحة من سيريال تو بردل بالاضافة للاتش تتذكروا لما درسنا الاربعة وسبعين تاكنية وثلاثة وسبعين انه هو عبارة عن لاتش تمام موجود في قلبك المسجل فهذا صار شغلتين مسجل ازاحة مع ماسك طيب مسجل ازاحة معناته لكن لازم يكون انا في عندي سيريال داتا وسيريال كلو ليش لانو انت سلسلية ماذا هم تشتغل مسجدات ازاحة تسلسلية قال عند كل نبضة من نبضات الساعة ايش بيعمل بيدخلي بك طيب واش بيعمل بيصفل لي يا ونوين بقلابات الخرج طيب هلا لما بدي انا اقلل الى الخرج ايش لازم يكون في عندي قطب تفعيل نفس الرداء موجود بهاد المسجلات قلينا نشوف الداتا شيت تبعيده طبعا 74xc595 طبعا NXP وهذا شركة NXP المشهورة وهذا اللوت تبع الطبخة تبعه هاة الاء ساب نجيه الاتاشيت طبعا هاي الاء سابقًا ما شايفين ثمان بيت سيريال إن, سيريال أو بارلل أوت لاحظ هذا ممكن يكون سيريال تو سيريال أو سيريال تو بارلل هلا بنعرف ليش سيريال تو سيريال سيريال تو بارلل شفت ريجيستر ويز أوتبوت لاتش سريستيت فيو كمان ماسك في الخرج طيب أنا هلا حاليا بيهمني الأقطار طبعا هذا بشتغل خمسة فولت لأنه ايه واضح ما في مشكلة مجرد ما شفت ال في معنى تحتاج لجهود أخير من خمسة فولت لأنه ضو فولت بس انتوا بعي الشغلي وانت على الأغلب ما في مانع أنه انت تطلع على جدول المواصفات الكهربائية تبعيد لا أولا هذا فلا بين HC والLC طبعا لا الLC غير شي الHC هدا بيكون سيموس الLC هدا بيكون غير تكنولوجيا ما وسموس بيكون العناصر من النوع تاني طيب نجي على الأقطاب وين الأقطاب هون لاحظوا شو بونيتو بونيتو شفت ريجيستر ثمانة بيت وثريستيت أوتبوت هدا هو عبارة عن اللاتج مشان أنا أساوي عملية لاتش شو بعمل طب صفر منطقي هون هاي هي طب نجي على توصيف الأقطاب لاحظوا داتا سيجنال هذا الان هذا الان هذا الان هذا الان سيريال الداتا اوت بارل ما دي صفر لل دي سبعة ثمانة بيت طيب هدا قالي انه هو من سيريال تبارل من سيريال تبارل الكهنة القطب رقم تسعة ماذا هدا رح يصير اه البيت فوش ثمانة بيت اذا دفش البيت التاسع اش بطلع عندي على الكيو سمعة اس البيت الاول اللي يدفش عرفشون طيب اذا وصلت انا قلاب ثمانة بيت وراه قلاب ثمانة بيت طيب بعد ثمان نبضات النبضة التاسعة وينتا تطلع اخرج القلاب وينتا تدخل القلاب اللي معدن القلاب زاحف اكو نفس النابتا بونيتو ثمان قلابات على فكرة من قلابات واحد بيت جي كي طيب نجي طيب قطب الكلوك اين اهو الهات و قطب اللاتش الهات فضل قطب رقم ايداع شو بقطب اللاتش هلا مشروحين بالجدول تحت وين الجدول لكم الكيو واحد للكيو سبعة شو هنه برا للداتا اوتفور هدول اقطاب هنه البين واحد للبين سبعة الجي عندي وين قطب رقم ثمانة طيب السيريال اوت اللي يطلع عليها البيت القطب رقم تسعة طيب منجي مثلا على القطب رقم ستتاش تغذية بسي سي طيب منجي على القطب رقم اربطانش شو هو باتا اي خلصنا منه طيب القطب رقم خمستاش برا للداتا اوتبوت صفر لانه هوني اوتبوت واحد اثنين تلاتة اره على سبعة اوتبوت صفر صفر طيب طيب باتا اوتبوت صفر قطب اوتبوت مالذي تلاتة اين سيجريت ان الارض 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 وارض اوه أجل هذا ما يعمل يسوي لك التصفير أنا لا أبدأ أصول تصفير قمي بكة تصفير أين يجب أن أوصلها يا محمد؟ مرحبا على واحد ضنطقي لماذا؟ لأن الحالة تبعيته؟ لا فأنا يجب أن أوصله قمي بكة تصفير المسجد تمام، حين نرى ما أصنع فكرة نطبقها نأتي إلى هنا دعنا نرى الدارة هنا هناك موضوع ميكرو كنترولر بدي أوصل الديسبلية عن طريق مسجل إزاحة تسالسلي مسجل إزاحة تسالسلي بيحتاج لداتا إن بخطب رقم 14 وبحتاج لكلوك وبحتاج لنقل القيمة من مسجل الدخل إلى مسجل الخارج على اللاتش لقطب معناها بيحتاج لكم قطب؟ لثلاث أقطاب مشان أتحكم بالديسبلية واحدة خلينا نروح على البرنامج ها هي الدارة عندي الدياتا موصول مع القطب بي واحد نفتح البرنامج بيو منفتح البرنامج كلهم اقطاب خارج كلهم خارج كلص ما انتهت منه خلينا نقوم بقيتا بيه لأكبر من قبل الأطب وين الداتا وين اللاتش طيب نجي الداتا اين هو البي واحد داتا سيند بي واحد طيب الكلوك بي صفر كلوك بي صفر واللاتش بي ثلاثة اللاتش بي ثلاثة خلصنا من الالياس هلا بالبرنامج انا بتعامل مع الاسماء الحقيقية صار علي السلبة كتير طيب هلا نجي قلنا هاي الداتا اوت خلصنا منه حلو طيب الاؤتبوت انابل لان يتفعل هذا بشكل دائم ماذا لازم اعمل او اصدقه على الارضي والريسيت انا ما ابدأ اصفر الريجستر ايش بعمل باصدق الى والمخارج اللي هي من الكيو صفر للكيو ستة وين باخدها على السجماني اذا بدي نقطة وين باخدها من الكيو سبعة تمام باخدها من الكيو سبعة بس ما عندي نقطة ما عندي نقطة طيب معنات الدارة جاهزة مروح البرنامج نجي دي هون عرفت متحول اسمه data shift out عرفت حلقة اسمه id نجي 4i تساوي من الصفر للتسعة لا ساوي عدد ساوي عدد يعد من الصفر للتسعة data shift out بدي اجيب البيانات اللي بدي ابعتها تسلسليا هاي نفس الشيذة بالان ما في شي تغير رحت عال look out table اللي هو موجود عند segment وجبت issue القيمة صفر يعني لثلاثة F هذا الرقم الصفر اللي بدو يطبع طيب والله السؤال انا شنون بدي ابعت القيمة ثلاثة F اللي هي مسلا عبارة عن صفر 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 واحدين اربع واحدات شنون ده ابعت التسلسليا لازم ابعتها bit bit صح؟ لازم تبعت bit bit ما فيه اطالع باباوضه اطالع لقطب واحد اين هو؟ اين قطب لازم تطلع عليه؟ قطب رقم بورت بي نقطة واحد طيب قال هوني في عمدي تعليمه اسمه shift out موجودة في الباسكم او shift out قال اما انت في عندك طريقين اما انت بتجيب القيمة ثلاثة F وبتفكها bit bit باستخدام اما بالماسك او يعني انا هالله ما بجي بحسين بقول له لهون اينا قطب ايش اسمه القطب الضطار عليه هذا ال data sent صح حمات؟ هذا ال data sent بجي لهون ما بحسين اجي اقل له مثلا هون data sent ايش تساوي القيمة هاي خلينا نحطه في متحول على سبيل المثال اي تساوي كذا data sent ايش تساوي اي نقطة اذا ابعت ال bit صفر ايش قد؟ صفر صح ال bit صفر من المتحول اي ايش فيه القيمة هاي طيب هلا ايش بساوي بساوي حلقة من الصفر لوين؟ للسبعة بعدت من بتت؟ صح؟ 4 الفكرة انا ارجيكم يا هاشتون 4 i تساوي 0 2 2 7 next i اي اي فيه القيمة اللي انا بدي ابعتها ما في داعي احطه جوات الحلقة صح؟ حط برات الحلقة لان هاي قيمة سابتة طيب هلا ال data هو القطب بالخارج ايش تساوي اي نقطة؟ 4 طيب هلا اول شي ايش دي بعد؟ 5 ال bit رقم صفر 1 2 3 4 خالصة هاي واحد من الطرق؟ السبب اني منه اني بعتهم مع بعض لانه سيريا لطلن على قطب واحد كيف تبعتهم؟ طيب هلا هون انا بعته اينا هو اول bit بعته يا مجد؟ اينا bit؟ ال lsb او msb؟ ال lsb شيريد انت اوين رايح؟ ال lsb ال lsb هلا ايش دي اعمل؟ موبلشت هلا هون؟ ايش لاسيم بها اللحظة هاي كل بتعب بابعته ايش اعمل؟ لا لأ لل ال clue لا اتفعل ال clue اتفعل ال clue فلازم اقاله set اسمه قطب ال clue اشان يعرف ان اجابت؟ تمام؟ set و لازم أستنى wait ms مثلاً واحد ملي ثانية بعدهم ماذا أعمل أرجع؟ أنا أزلو reset clock مشان أحضره للنظر لي بعده طيب بعد ما أخلصت من لبضات شو لازم أعمل؟ set latch wait ms واحد ملي ثانية reset latch حطينا القيم اللي بدي عارضة بعثتها بت بت وين على قطب الخرج اللي هو serial اسمه data sent وعند كل ما بحط ال بت ايش بعمل؟ ببعث له نبضة clock و بقوله خدوه ال بت نحاط ايش عمال؟ عطيه clock دخلو وين دخلو القلاب طيب بعد ما بعتت من بت هتنصفه في قلب القلاب من فوق لتعرفت data sheet معي تطلب مني الداخلية بس هون لاحظ هاي ال data sent و هاي عند كل clock عمال بيدخل بت من هاي البتات تمام؟ بعدون شو لازم أعمل؟ أفعل latch اللاتش فقال عن طلاح المنطقي بفعله و بدخل البيانات شو بعمل؟ برغي تفعيله لانه هو latch إذا ضليت من فعله؟ اي بت جديد بده يطلع مباشرة يطلع مباشرة هون Q0 لل Q7 طيب لما عبب فعل اللاتش اش عب صير؟ عب بنعول البيانات من هون لهون طيب لازم ألغي latch خلص البيانات مسكة هون المسكة عندي بال storage register اسمي storage register؟ المسكة تمام؟ بقفت البيانات خلص ألغي التفعيل لانه إذا ضليت من فعل اللاتش و جيد غيرت هون غيرت أي بيت من هدول إيش دي عمل؟ مباشرة ليطلع لانه مفتوح مفتوح هاد المبدأ واضح؟ اسم الامر فعليم ها؟ اسم الامر فعليم ها؟ اسم الامر فعليم شان ما كل بيت بدخله هون يصير يطلع رأسا لا بدال ما يطلع هون انا إذا الأطالي يجب أحط هوني صفار والباقي كله واحدة طب انا إذا أغير بيت بيت رح أشوف انه كيف الدسيبليات عب ترفف كله يا دا ما بهم طيب هلا أنا بدي أجرب لك انه عفلك يا دا ايمان فحقان طب هلا هاد الحكي كله اللي أنا ببركت بنيته بناء ما في تعليمي بتعوضه في باسكم اي في آر؟ آل فيه أكيد طيب سؤال هلا هون أنا عبب أبعد أول شي الـ LSB البيت رأم صفر طب إذا دعكس الحالة دعبعد أول شي الـ MSB سمعته صفر سمعته صفر سمعته صفر في بعض الـ ICات بيقولك هذا MSB First انتو درستوا الفيفو اللي فو؟ First in first out Last in first Last out هذا الفيفو اللي فو انه أول شي إما بيكون MSB First أو LSB First سمعته صفر تمام بس الـ IC اللي موجودة قدامك السبع اشو بتاخد مو ما تستمع هل تتعرف على أول بيت بده يجيه هو البيت رأم صفر ولا البيت رأم سبع تماما وتتوضع البيت هذا تفرق معي طيب معناته هوني أنا بس بعكوس طيب سؤال إذا أنا بدي معدل الأرسال التسلسلي هون إش قد؟ هل إله علاقة بس بي تعليمة التأخير تبعية الـ CLOKE هون طيب أنا أحسن ببطئ و بسرع ولا لا قال إيه هاي تعليمة التأخير كبرة أو صغرة فأصار في عندي صار معدل النقل تبع الأرسال التسلسلي فأنا بنيت هوني قطب تسلسلي متزامة أعب أولد الـ CLOKE وأعب أولد البتات وأعب أتحكم في الزمان وأعب أحسن أتحكم في الترتيب والتعليمات كلها خمس أسطر هكولنا على نحن بجد زمن السلسليات الأب الـ IC هاي الـ IC بتستجيب حط 50 ميجا انسى 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 طوي طيب شو هي التعليمة اللي بتعوضني أنا عن كل هاد الحكي إيديت قال له رمارك هيا قال في عندي تعليمي اسمه shift out ولا أحلى من هيد كل الحكي اللي حكينا ها هو أوردي متضمن فيها خلينا نروح على الهيل تبع هاي طيب لاحظ shift a bit stream bit stream bit stream معنات ما هو محدد لك يا انه تمام بتات بس معنات انتي عندك طول فعداد الحلقة ما هو بس مصفر للسبعة مفتوح عندك off variable into a port bin لقوا بو هاي طيب شو مرميت راتها قال shift out ال bin ال bin اللي بدي أمعط عليه البيانات وينو بحطله اياه قال القطب ال clock اللي ولدت لك إشارة ال clock بشكل أوتوماتيكي مين هو بحطله اياه قال ال variable اللي بدي أبعده شو هاي اللي بتحول كنتبعته اللي عبرون بجيبهم look up table شط طوله وش مكان يكون طوله ما بيهمه ما بيهمه طيب options لاحظ ما بيهمه بيتس و ديلي قال طيب إذا ال variable 16 بيت وانت بيتبعت بس 14 قال تقوله بيتس 14 فبعتلك بس أول 14 ما بيهمه موش ارض أول 14 بعتلك 14 طيب قال ديلي طبعا ال option ننسيناها طفيناها ال option نصل ننغيه بس الديلي قال هذا التأخير للكلوق الدي يساوي لكيه قال هيا قال افتراضيا شاد ميكرو ثاني الدي لي اوبشنال بالميكرو ثاني طيب نجي على اوبشن هلا نحن من شوي قمنا في عنا MSB وفي عنا LSB طيب خلينا نشوف التابع اوبشن ايش فيه قال فيه اربع حالات قال اذا حطينا صفر فرح يبعات لي MSB فيرست وين كلوك جوز لو لانه نحن مو بس MSB و LSB في منه قال عند الجفه الصعيدي او عند الجفه الهابطة طيب اذا كانوا واحد MSB shift out first هدول اثنين MSB ولكن كلوك جوز هاي يعني متل انا اذا جيت لهون بدل ما قال له set clock وقال له لي set clock واحد ميلي ثانية set clock هلا هون it goes low طيب اذا كان اثنين او ثلاثة بيكون LSB first شاهدت على ال first بالايسية ايوه طبعا الايسية احيانا قطب الكلوك دايما بيكون في عندي مسلس واشارة يعني تمام طب المسلس والاشارة اذا اذا قل له دويره من فوق من بره معنات الجفه الهابيطة اذا ما لدويره الجفه الصعيلي ومسلس 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 كمان الايسية بيقول لك standard LSB first الموز standard MSB فبيقول لك شرطا انه هذا MSB first بالبداية رأسا بيقول لك طيب عجب فيه تعليمي مشان الادخاط ولا بس فيه shift out في عندي تعليمي اسمه shift in انا ممكن ادخل بالتات بشكل تسلسني عن طريق قطب وما من خلاص يعني سنبرا نحكي في التعليمات القوة تبعات لبعثكم في الموجولات البرمجية الموجودة فيه ما من خلاص فهذا انتو لازم شوي 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 تشتغلوا نفس المبدأ تمامها لاحظ بين clock variable option beats delay beats delay خلاص ومن خلاص تأتي من خلاص وكلما اجده جبهة يدخل البيت نفس المبدأ على فكرة الله ممكن ان نقوم بروتينة كمان خمسة تعليمات بدل ما أساوي له اخراج بساوي له read وبقرأ الكلوك بدخل البيت وبقرأ الكلوك بدخل البيت وبقرأ الكلوك بدخل البيت لا هلا اش ما عمل باستنى الكلوك بدخل البيت بالعكس تماما نجي له ونشوف التعليمي هاد الحكي اللي اصلنا ساعة منحكي عليه shift out القطب تبع ال data win data send clock variable فاصلة شو بتدي اول شي lsb first تمام فاصلة كم بدخل البيت فاصلة شد التأخير 50 ميكرو سانية بعد ما بعتلت من بتاتة ماذا لازم أساوي للاش فاقلوا فاستنى زمان بعدون بغي تفعيله طيب خالص برنامج ماذا سلسل؟ ماذا سلسل؟ ماذا سلسل؟ ماذا سلسل؟ ماذا سلسل؟ فهذا البيت رقم 7 ماذا سلسل؟ ماذا سلسل؟ هل فرقنا نضعه للخصصاق؟ لا، دعنا صعيد صفر دعنا صعيد أرى؟ هل لنضع صفر؟ يجب أن نغيرها للخصصاق لكن يفعلها بكل حلقة لأنه لم يفعل لحظ النبضة تأخر لا يفعل نص نبضة تأخر نص نبضة الخرض ها شا التقهير حطينا نحن وينو ويت واحد ثاني ويت ام اس ميتين مسلا هذا ما هو مسح هذا ما اتعاملنا عمو سجلات طيب هلا واحد بيقولي انه الشامل لغير انه نحن وفرنا خمس اقطاب من الميكو كونترولر ها ما هون التوفير التوفير اول شي انا ما عم بسحب تيار من الميكو كونترولر ليش مين عم ساوي درايفين للدسبلية مسجل ازاحة مسجل ازاحة ها شغالي شغال الثاني انا وفرت اقطاب شغال الثالث اذا انا دواصل اكتر من دسبلية مع بعض هلا نستفيد من الميزة انه انا هون اش في عندي في عندي كيو سبعة عداد زاحف يعني البيت بعد ما دفشتت من بتات انصفت هون البيت اللي ورا ايش دي صير او دين دفش دي طالع البيت رأم صفر اللي دخل من هون دي يرجع طالع الياه وين على الخرج هكذا عداد زاحف نفس المبدأ عندي ثمين مقلبات اول بيت هو ال MSB دخلته وين صار السبعة دفشت ثمين بيتات انصفوا كل على المخارج دفشت بيت تاسع دي يطلع مخرج القلاب التامد صرح ولا لا وين دي يدخل خلق القلاب اللي بعده هاد المبدأ طب خلينا نشوف هاد الحكي أقل لهم هاااا bean هاذ ش动 القطب رأم correlation مان شهد اللهدش واحد منطقي طبعا لانه واحد منطقي استنى زمن صفره هدى بس نقضى واحدة بشان ينقول البيانات بعدون تعرضوا للحالة الطبيعية Careful سفن سجمان بس هاي بقي هلا أنا بدي أوصل سجمانتين مجرد معرفت سجمانتين عرفت المبدأ تبع الميت سجماني خرج اللي Q7 بيروح لوين للدافعين ده أوصل القلابات وراء بعض أنا نفس مبدأ عدات الزاحف للـ QN ده كله سيريال هلا ميت مسجل معناته أزاد أبعث أنا أشغل ميت كم بايت أبعث سيريال ميت بايت كله وراء بعض مبعثهم بعدهم إيش بساوي بساوي لاتش لبطانيا البيتات كلها مع بعضها خلينا نشوف هاتكلام كثير لازي جاي لاحظ القلق نفسه ليش؟ متزامة طيب القلق نفسه ليش؟ لأنه دفعنوا كلهم مع بعض خلصنا معناته كم قلق أخذت من المايكرو؟ مين ثلاث أقطاب طيب إذا وصلت ميت مسجل ثلاث أقطاب ألف مسجل ثلاث أقطاب بس انتبهوا للخرج المروحي إنه هالله المايكرو كنترولر أشعب يساوي عب يساوي درايفينج لهدول أقطاب فانتبهوا شد الخرج المروحي الممكن يشغل المايكرو كنترولر هذا هو الخرج المروحي إنه هو عدد المداخل لذلك يمكن وصلها إلى خرج وحيد طيب نجي لهم؟ نجي لهم؟ نجي لهم؟ تمام نجي لهم؟ تمام المسجلت مينة بيت؟ وصار مسجلين على التسلسل معناتك كم بيت لازم أطالع؟ نعم خالص إذا عندي أرواح نشجلها؟ ثلاث أقطاب نجي لهم؟ طيب نجي لهم؟ معناته البرنامج بس دارو عدله إيش دارو عدل؟ دارو عدل عدلت البتات اللي بدي أبعثها وماذا تعدل؟ تعدل البتات الأول للمسجل أول البتات التالية للمسجل الثاني ماذا عن البرنامج؟ نجي للمسجل نجي للمسجل الثاني أول بدي يروح لآخر واحد طبعا، أول بدي أطالع على مين؟ لآخر مسجل هكذا يحدث؟ فتحت الملف؟ نفس الشيء الأقطاب هي نفسها طبعا، أستاذ قبل أن أصبح لك لكن لا يمكن أن تدخل على الرسم الثاني، هل هون أصبح خرج التسلسل للأويسية الأولى ووصول مع الثانية؟ ايه، طيب إيش أن أتقرسل دقابعت 16 بيت ايه، أول ثماني دفعشتهم؟ دفعش الثماني ورا هون، شو صار؟ راحوا عددتهم الثاني، والثماني الثاني وين دخلت؟ محل الأولى قد المخلصة القيامة هي القطب تامي لأن هذا ثماني بيت بس أنا 7 سيجمال كم قطب فهذا دائما مطفق، إذا عندي نقطة يعني اسداذ، ما تخرج على القيو سبعة إذا لما يصير جوته ثمانية ايوه، التاسع لما يأتي التاسع أنا باني الأول أنا ما يكون باني تسع ما أني اطلع، ما أني يروح طيب، مجي لهون أول بيت نبعته مريفة أول إذا تفجت ورات مينة ثانية أول بيت بتبعته ديروح للأخير ما هو ؟ ماذا ؟ مو تتفعل اللاتش كله مع بعض بس الإكتاف مولة لكل نفسه بس انت ما بطلعوا لحتى تقولون لاتش بس انت ما بطلعوا سوا بس و زمن الساعة حتى تصور فقط بس انت ما بطلعوا لحتى تصور شميع المساح الميت ديسيبليت بتبعت ميت بيت خلال أقل من واحد من وحدة ثانية بس حسن السواي صارت لذي في سواء ما بطلعوا لك صح؟ نظهو علي مرة واذا لو مدى قدت واش انت ما في مشكلة عندك في الديفش هدت السلسل البيانات طيب الأقطاب نفسه شباب ما تغيرشي الالياس نفسه هلا صار في عندي بايتين للداتا الأول اسمه data shift والثاني اسمه data shift out واحد والأول للدسبلية الأولى والثاني للثاني إذا عندي 100 دسبلية ما تعرف 100 بايت تعرف مصفوفك فاصل شعلي نجي لهون For R تساوي 0 to 9 هاي الدسبلية الخارجية العشرات وال I تساوي 0 to 9 هاي الدسبلية الداخلية الأحد نجي data shift out data shift out هاي وين تطلع البيت للدسبلية data shift out هاي الدسبلية الأولى نجي بنبعت أول بايت خلصنا منه وين عمال بطالعه على ال data send على السيريال نجي data shift out واحد البايت تبع بيانات دسبلية التانية ببعته وراه بعد ما بعدت البايتين شو لازم أسوي set Lodge استنى زمن كتير هاي نحط ms2 بعدون next i next off من عيدة دخلت بأول حلقة دخلت بالتانية هلا انا ايش دا اعمل بدي ابعت البيانات تبعت اين الدسبلية اول شي الأخيرة الأخيرة فبروه بجي ببيانات الدسبلية الأخيرة data shift out look up table R القيمة R اللي هي عبارة عن الحلقة البرانية الأخيرة هي العشرات بعدون segment عند الجدول جبنا البيانات حطينا البيانات وين بالتعليمة لأرسال التسلسلي بعثناها طيب هلا البيانات وين صارت هون صحية محمد ثمين بيتات صارت هون كويس خلصنا ايش عملنا جبنا البيانات تبعية المتحول التاني اللي أنا عمال بزيده اي حطيتها في هاد المتحول وش عملت دفجتها طيب هلا البيانات الأولى اللي هي في data shift out مو data shift out واحد وين صارت صارت هون وفي data shift out واحد وين صارت صارت هون البيانات تنصفل هلا ايش لازم اعمل صارت الله طلعي حلا لست هون ما تحط ويت لانه بنت تحمل عزي اتقوم 50 ميجا ميش بغت حط ويت بعد هون طلش تحط ويت عند كل بيت 500 ميكرو ثانية حتى هاي الغيه ما في داعي الى عرفتو شلون طالع البيانات استنى 200 ملي ثانية دخول في الحلقة ما في مسح ما في مسح يعني حتى هون انت بال200 ملي ثانية اروح اعمل لك 600 شغلي هون شو تستخدمه وين ساعة ما اخر شغلك يعني ها تستخدمه وين صارت لاحظ طيب اذا تأسوي 100 المسجل خلاص انتهى الموضوع ما تعزمو حاكم انتهى الموضوع نستعمل كنتين في المؤقتات الكبار نستعمل هاي وهالمسجلات في المذكرات الصغار الديسيبليات الصغيرة نستعمل مبدأ المسح 44 ديسيبليات بنمسحها مسح يعني الشغلات فيها الكبيرة يطبط الدي ايه ايه حسب الكوست طيب ايه ايه في ثلاث مقاسات طيب بس خلينا نشوف شو بي عمنا افكار ايه هاي الفكرة المزدوجة بعد المقارنة تشابهي طيب خلينا نأخذ استراحة طيب هلا الفكرة التالية انه الفكرة التالية انه رح نحاول نجمع الفكرتين مع بعض فكرة انه المسح انا في عندي اربع ديسيبليات وفكرة انه الداتا باس ما اربطه بباشرة مع المايكرو كونترولر مشان اوفر في عدد اقطاب الداتا فهربطه عن طريق مسجل ازاحة طبعا هي نفس الديسيبليات الموجودة على الورد طبعا الفكرة تبعيتها نفس المبدأ نفس الترتيب والفكرة بسيطة ممكن نشوف الكود موجود وجاهز وموجود عنكم كمان عرفنا المعالج اوتو ميجا 32 عرفنا الهزاز الكريستالي الدياتا موصولة مع البوابة لاحظ مع البورت بي كلها موصولة مع البورت بي البورت بي كلها بوابة غرف فاربع خطوط منها رح تكون خطوط تحكم بالمهابط تبعيت الديسيبليات واربع خطوط رح تنمسلمين لمسجل ازاحة وخط رح اتحكم فيه بايش 2. هدول النقطتين رح يقفو بالنص ويصنع خلينا نشوف تعليم 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 عرفت البوابة بي كلها كبوابة خرج طيب نجعل الدياتا سيريال داتا مع اين قطب موصول بورت بي نقطة واحد سيريال داتا بورت بي نقطة واحد نروح الكلوك موصول مع البي نقطة ثلاثة هاي الكلوك بي نقطة ثلاثة نكمل الارسيكي اللاتش موصول مع البي نقطة ثلاثة بي نقطة ثلاثة خلصنا فأطبع عليهم صفر منطقي مشان ايش؟ مشان اطف فيه للدات طيب هلا اخوض التحكم كلها لازم تكون غير مفعلة كمان دول ترانزستورات ما بي سيثت من ثلاثة 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 طالعة طالعة نجي عندي متحول اي و سي و اي نفتح حلقة من الصفر للتسعة فور اي تساوي الصفر تو تسعة اي تساوي لوك اوف روح جب لي التشفير تبع الديسبلين لوك اوف لابل هلا اي قيم توصفر ثم mist ثم اي اطف الإي والسي اطف على 74 أطف علي 228 اطفeline ناذا Put out data ثم اي اطفعها تم عود و ماله حسنًا بعثي الـ data إلى أين ؟ سنصفت الـ data بس كله هون انا بدي أسوي عدد لا أعداد، أسوي نمط اختبار بحيث انه يطلع كله صفار كله واحدة كله اثنينة وبالتالي هؤلاء الأخطاب كلها رح تتفعل مع بعضه تطلعوا تتفعل مع بعضه فأنا البداية طالما تطلع القيمة نفس على الكل فشو فيني اعمل هون افعل الكل خلص كلهم افعلوا انا دغير الاتا العمال ببعتها بشكل دائل فعلت الكل نفس الاتا ضع الكل نجي لهون عمال بزيح البيانات واحد ورا واحد واحد ورا واحد عمال بسوي عداد F7 Option شو ما زاك بتأنوك البيانات هلا بتشوفها اخطف شكل عملية لازم اسكر هذا الديب سويتش لاحظوا البيانات انا ردت اشغل عملية مشان تشوفوا اش الفكرة لاحظ من A تساوي الصفر تو تسعة عندي دعات من الصفر للتسعة اخطف تايب الروح جب لي القيمة الموجودة بال7 segment القيمة وين بعتها بعدت على الخرج النافذة التسلسولية صلت القيمة موجودة وين طبقيت وطبقيت على الأقطاب الdatal ال 4 طيب من ال الديسبليات ال 4 كلهم ما اطبق هنا على الأقطاب ال 4 واحد منطقي بتشتغل ترانزيستورات وين تصل لي وصل لي الكمين كسود طب انا دائما بدي هون هدول يفعالين يعني انا ما اعمل بمسح دائما فعالين فبداية البرنامي مشكل هون يفعالين طب انا بدي اطالع بس على تسبلية واحدة الاستمرار ف7 بس على الديسبليات طيب تريد اطالع عليها بشكل بسترد ليش عن احتمل شاشات انا بروض على الكلام ليش لانه ما بدي احطلك نمط المسح لانه هذا وظيفتك هاي الوظيفة تبعيتك انه انه اشتغل شغل شغل قد نعمل بورد ونعمل بوردي طبعاً هذه الفكرة تبعيتها صعبة نفس المبدأ ولكن بدلت من أقطاب ما أصله مباشرة وأمسح فوصلت على مسجل إزاقه يعني تعلم ما الذي تنقى؟ زاد هاي التعليمتين هؤلاء هون ما كنت أمتع به؟ هنا كنت أتركوا مباشرة لمن؟ لبوابي تبعي في الـ Data هنا تبعطت أسيريا نفس البرامج تماما نفس الأفكار كل شي بتحتاجوا عنكم وظيفة طبعا هي الدارة نحن سكرنا السويتشات مشان نوصلون الوظيفة انو تتسوّس انت صحيح انو بتكون تسوّسها هلّا بتكون تاخدو ال RTC على شاشة LCD جرت معي LCD في حدا معه LCD ناخد تجربة تبعية RTC نحن نرى كيف نملّت ساعة الزمن الحقيقي وبعد ذلك سأعرضكم لها LCD انتو كيف تكون تعملوا؟ أين تعرضوا التوقيت؟ الساعة يعني 0-12 أو 0-12 نعم 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 دعنا نرى نعم 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 شكرا